إذن مشاهدين وصلنا الآن إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم فنان من أبناء المدينة الجميلة عدن الموهبة الفنية مصطفى الأميني مصطفى مرحبا بك وأسعد الله مساك بكل خير أهلا وسهلا حياتك الله مصطفى مصطفى كيف الحال وكيف الأجواب في عدن الحمد لله على كل حل رغم الوضع المتدهور الأسوأ ولكن نحن متفاؤلون خير بإذن الله عز وجل من ناحية الأمراض والأشكال وما يتم من أمور فيها وإن شاء الله ربي يرفع البلاو ويرفع الوباو ربنا يبعد عنكم كل شر إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لكم كل الخير بإذن الله ولكن يعني مصطفى نبدأ بالمعتاد يعني من هو مصطفى عرف الناس بمصطفى الأميني طبعا مصطفى أحمد صالح الأميني خريق علاقات عمد بن واسية إعلام وضع التوفيزيون هي عند التخصصات الشيء الثالث اللي هو مدرس في المقامات والغناء الشرقي خريق المحاد العالي في مصر لي أكثر مشاركات داخلية وخارقية عملت كلقنة تحكيم في مسابقة منشد عدن في عام 2010-2011 ساهمت في أكثر من مسابقة دولية في المقامات والترانيم الصوتية وآخر مسابقة كانت في روسيا في 2019 تقريبا رائع طيب يعني أول عمل غنائي لك وكانت لي مساكن أو لو تسألنا قبل أول عمل غنائي عن البداية يعني منذ متى كانت البداية والله في البداية بدأت في أتعلم الموسيقى بشكل عام يعني من ناحية المقامات الشرقية وأداء المقامات الشرقية وأسلوب اللفظ في الغناء الشرقي وتخصصت في شيء يسمى لحن الحرف رائع في فترة تغريبا واستمرت في هذا المجال لأكثر من فترة وبدأت أشتغل على استيديوهات الصوت والآن أنا طبعا مهندي الصوت أشتغل في عدن عندي استيديو لحالي وكذا أشتغل فيه الموسيقى التصويرية وأشتغل فيها بعض أشياء معينة مثل زفة العراس وأشياء كثيرة يعني رائع لكن يعني عندما دخلت على مجال الغناء هل هي كانت موهبة منذ البداية وشغف أم أنه يعني ما قادك إلى الغناء هو يعني إرادة التعلم وبالتالي ذهرت لدراسة المقامات واشتغلت على نفسك طبعا الموهبة لابد من أن تكون موجودة في بداية الحياة أو في بداية أي عمل من ثم تأتي بعض الموهبة يعني كيف أنت تسقل الموهبة هذه بشكل ممتاز وبشكل رائع بحيث أن هذه الموهبة تكون في تنمي مستمر جميل طيب يعني مصطفى يعني كانت أي واكد أين نجد مصطفى أكثر في الغناء يعني المحلي على مستوى اليمن أو يعني مصطفى يجيد للأغاني العربية أكثر ويهواها بشكل أكثر أو أنه يعني يميل إلى الغناء الغربي مثلا الفناني يجب أن يجيد جميع أنواع وأشكال الفن لكن الأقرب إلى مصطفى والتنوع الشيء مطلوب في الأداء الموسيقي الأقرب والأحب إلى مصطفى الأقرب إلى مصطفى طبعا أنا أحب الطرب الأصيل رائع وبالنسبة للغناء اليمني والألوان اليمنية المتعددة هل تجدها ويعني تهواها أيضا إن شاء الله ما في أي إشكالية طيب إذن قبل أن أكمل معك البقية الأسئلة دعنا لو نسمع بصوتك إلى مقطوعة يمنية بعدها سنسمع الشرقي يعني لن نتركك اليوم لكن نبدأ باليمن الآن طيب ما هو مشكلة على طول يعتمد موسيقى 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 البرامج التي تقوم باكتشاف المواهب هل فكر مصطفى بالمشاركة في هذه البرامج وهل تقدم إليها وما النتيجة والله فكرت كنت تقريبا يقارب إلى أربع سنوات أو ثلاث سنوات أتدرب وأتمرس في هذا المقال وفي عدة مقالات أخرى من أنواع الفن لأن إذا طرقنا بب المسابقات أو البرامج هذه اللي فيها الشباب والأشياء يجب أن تكون متكامل فنيا متكامل عقليا متزنا مقاميا عندك الإحاطة في كثير من أنواع الفنون وكثير من أنواع قوانب الفن وأشكاله فكنت على أساس يعني أنت الآن إن شاء الله يعني بعد ما تصلح الأمور ويتجاوز العالم مشكلة كورونا يعني سوف تتقدم إلى برامج مسابقات وأيضا نحن نتمنى لكل التوفيق بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله إذا قد احتلت مشكلة كورونا والذي يعني عمّت العالم فليس الشعب اليمن هو الوحيد المتضرر ولا إنما العالم بكله متضرر طيب إذن ونسأل الله نرفع البلاء وسنقدم إن شاء الله بإذن الله بعد التفاعل ربنا يحفظك ويحفظ الجميع إن شاء الله طيب قبل أن نختم فقرتنا هذه واللقاءنا أو الدقائق الجميلة التي قضيناها معك يعني نرجو منك فقط مقطوعة صغيرة لغناء طربي باختيارك مو مشكلة على طول يعتمد بإذن الله أختار لك شيء كذا حبيبي على الدنيا إذا غبت أحشة فيا قمرا قل لي متى أنت طالع حبيبي 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 آه يا حبيبي حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة فيا قمرا قل لي متى 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 أن تطالع لقد فنيت روحي عليك صبابة فماتى فماتى روحي العزيزة صانعه فغيرك إن وافى فما أنا نظر إليه فغيرك إن وافى فما أنا نظر إليه وإن ندى فما نسامع فما نسامع حبيبي يا سلام عليك يا سلام عليك يا مصطفى مصطفى يعني بهذا الأداء الجميل وصلنا إلى ختام لقاءنا معك ونتمنى لك كل التوفيق في مشوارك الفني ويعني نشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا فيها